أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية ومرة تانية برحب طبعا بنجمينا كابتن عدل عبد الرحمن ضيفنا في السادسة وكنا قبل الفصل بنقول كابتن عدل هنتكلم على فكرة تلاحم المواسم فكرة الأحمال فكرة المشكلات اللي ممكن تنتج عن المشاركات الكتيرة جدا سواء للأندية أو للمنتخبات الأول والأولمبي في السنة اللي جاية بس لقطة أخيرة بينما نحن كنا نتكلم على الماتش أزمة شارت الكابتن دي شايفها أزمة ممكن تكون يعني ليها تأثير أزمة كبيرة ولا الموضوع مشكلة مفتعلة وممكن أنها حلها أنها تتحل بمنطقة البساطة هي بمنطقة البساطة زي العالم كله مردونا كان أصغر العيب في المنتخب وكان هو كابتن التيم ميسي أصغر العيب كان في المنتخب هو كابتن التيم أنت عندك قيمة اسمها محمد صلاح ده وجهة نظر يعني عندك قيمة اسمها محمد صلاح استثنائي لازم يأخذ شارت الكابتن أتحلها كده يعني هي مفعش زكاء ولا نصاحة فكرة الأدمية وفكرة الأدمية وفكرة الأم مع المنتخب إمتى ما هو إحنا 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 ليه ليه بنتعلم من الأوروبيين حاجات بسيطة بس وما بنخدش الحاجات المهمة اللي عندهم ما دي حاجة منا كريسيانو رونالدو طول عمرو ما كابتن منتخب البرتغال إلا لو فيه لعيب فز قوي زي كريسيانو كممكن يأخذها معنا لكن أنت تتكلم كل منتخبات الأعلم الكبيرة قوي اللي هي فيها لعيب عظيم مثلا محمد صلاح أفضل تلاتة لعيبة في الأعلم في الوقت الحالي لازم نعترف بديه يعني أنت عمرك ما كنت متخيل أن فيه لعيب يلعب الدورة الإنجليزة عندك بالنجاح لا طب من وجهة نظر صلاح من وجهة نظر محمد صلاح بعد ما وصل للنجاح الكبير ده تفرق معه موضوع الشرق يعني لو محمد صلاح لابس شرط المنتخب هو في الملعب تفرق معه ولا أي حد تاني لابسها لا يعني أقول لك حاجة محمد صلاح يدي للشرط تقلي في الوقت الحالي ويدي المنتخبك تقلي في الوقت الحالي هم بيحسبوه كده على فكرة ويدي للحكم تقلي خلي بالك الحكام برضو لما بيكلمه بكبات التين يكلم نجمج لما يكلم العيب عادي صحيح في نفسية الحكم خلي بالك أي لما يجي يأخذ معاه قرار ولا يتكلم معاه فيه كلام كده ذا أفضل لعيب في العالم يعني دي حاجة كبيرة أو أن أنا وقف أتكلم معاه ففي حاجات بتتبقى حسابات وحسابات وحسابات إحنا إلى الآن مش عارفين نلمس فيها لازم نلمس فيها شوية ما فيش يعني أنا من كابتن حسام البدري محمد صلاح كابتن منتخب وأجيب أقدم لعيبة لكن إيه يعني اللي يزعل يتفرق على الفكرة أنا كنت بقول ده كابتن عادل في أول الشارة دي مش روتبة يعني الشارة دي مكانة وشخصية ومهارات قيادة يعني والحقيقة أنه آه محمد صلاح حامل إنجازات لكن هو الأهم كمان قدرته على قيادة الفرقة جوه المستطيل لغتر أتكلم كلمة واحدة بس في الموضوع ده أنت عارف أن حتة الكابتنة في المنتخبات الكبيرة وفي الأندية الكبيرة ما بتبقاش مهمة أوي عارف ليه لأن اللعيبة مستستمة كل لعب عارف اللي ليه واللي عليه ما ينفعش دلوقتي تحط مخبر على العيب